خلي أعطيك بعض المعلومات على عجالة قبل الإجابة هذا الملف تقريبا هو صار بتحقيق من شهرين أكثر من شهرين في هيئة النزاهة وصلت النتائج مهمة جدا في هذا الموضوع وزير المالية وكالتين اللي هو سيد إحسان عبدالجبار عندما كشف هذا الأمور شفنا مجموعة كبيرة من النواب طلبوا محاسبته وعفاءه زين بدل ما هذا المسؤول بغض النظر عن ملاحظاتنا عليه حينما كشف ملف خطير بسرقة 2.5 مليار وشخصه يفترض أن يدعم لماذا يقال إذن علينا أن نسأل علاقة هؤلاء الذين سعوا بقالته مع هذه الشركات الوهمية هذا نقطة الأولى النقطة الثانية عندنا عبر الهواء أنا سنبه عندنا صندوق دعم التصدير هذا أيضا مليارات هذا أيضا نحو السرقة هم بحدود المليارين أقل أو 2 تريليون أعتقد عراقي هذا يأخذ أموال من أي بضاعة تدخل العراق يأخذون نسبة 1% أعتقد 2% تودع في هذا الصندوق تعطى لمن يصدر للخارج أعتقد هذا هم أقرأ عليه السلامة يجب التحقيق والتأكد وهناك مبلغ آخر أضعاف هذا المبلغ الذي الآن موضوع حديثنا ربما أيضا سرق يقال أكثر من 6 إلى 5 مليار دولار هذه الملاحظات المهمة التي وذت أنا أقولها في هذا السياق والعودة إلى سؤالك هيئة النزاهة حقيقة أقول لك هذا الملف الذي هو 2.5 مليار يحقق بموظف راتب مليون دينار معقولة يجب أن تدعم هيئة النزاهة بالكوادر التحقيقية وكوادر أخرى حتى تقوم بعملها حتى تقدر تحقق بستين ألف دعوة قضائية تتعلق بمكافحة الفساد هيئة النزاهة غير معنية بالحسابات الختامية هناك جهات أخرى رقابية اللي هو ديوان الرقابة المالية هو المعني بهذا الأمر وللأمانة لا توجد رغبة لدى الحكومات بإعطاء بيانات ختامية للأموال لأنه لو تم الوصول وإكمال هذا الملف ستظهر مليارات الدولارات المفقودة في هذا الملف تحديدا لأنه لا أموال النفوط ولا أموال الموازنات الاتثمارية ولا التشغيلية ولا حتى الموارد غير النفطية يتم إجراء الحسابات الختامية هذا طبعا بالإضافة لكل السلف الوزارات العراقية